أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنون إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعد زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم ومن يفترون ولدسغى إليه أفئذة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنسل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناه الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا تكونن من المنترين وتم الدلمة ربك صدقا وعدنا لا نبدن لدلماته وهو السميع العليم وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن وإنهم للا يخرصون إن ربك هو أعلم من يضلو عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فاكلوا مما ذكر رسول الله عليه كنتم بآياته مؤمنين وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر رسول الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا مغطررتم إليه وإن كثيرا لا يضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين وذلوا ظاهر الإثم وباطنة إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإنه لفسق وإنه لهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك سين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم ومن يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالة سيصيب الذين أجرموا سغال عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يدد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يدد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون وهذا سراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكبرتم من الإنس وقال أولياء من الإنس ربنا استمتعى بعضنا ببعث وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا وقال أولياء من الإنس ربنا استمتعى بعضنا ببعث وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك نولي بعض الذين ظلموا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا شيدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وغرتهم الحياة الدنيا وشيدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين ذلك ألم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون وربك الغنيذ الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم كما أنشأكم من ذريّة قوم آخرين إنما توعدون لآد وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يسل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زيّن لكثير من المشركين قتل أولادهم قتل أولادهم شركاؤهم ليردوهم وليلبسوا وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذرهم وما يفترون وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يتعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام وأنعام حرمت زهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا وقالوا ما في بطول هذه أنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم في شركاء سيجزيهم وصفهم إن هو حكيم عليم وذ خسر الذين افقتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما ر وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قل ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع والنخل والزرع مختلفا أكل والزيتون ورمان متشابه وغير متشابه قلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقا يوم حصاده ولا تصرفوا إنه لا يحب المصرفين ومن الأنعام حمولة وفرشا ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله الله قلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فما ليت أسواج من الطعن اثنين ومن المعد اثنين قل أذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين لبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل ثنين ومن البخار ثنين قل أذكرين حرم أم الأنسين أم اشتملت عليه أرحام الأنسين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أعلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين قل لا أجد فيما أوحي إلي حرم إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا إلا أن يكون ميتا أو ضمى مسروحا أو لحم الخنسير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به أمر الضر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمناك الذي ظفره ومن البقر والغنم حرمنا عليهم سحومهما إلا ما حملت ظهورهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط به العزل أو ما اختلط بعزل ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشرقوا لو شاء الله ما أشرقنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك جذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين قل ألم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل تعالوا أكلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاقه نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والإنسان بالخصط لا نكلف نفسا إلا مسعها وإذا قلتم فعدلوا وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السمن فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا واتقوا لعلكم ترحمون أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عند راستهم لغافلين أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم قد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم من من كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حليفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ورسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر واسرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه نغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا مِّمْ صَاد كِتَابٌ أُنْسِلَ إِلَيْكَ فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْسِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قليلا ما تذكرون وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَنْ قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرُسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا ظَائِبِينَ والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معاعش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج فاخرج إنك من الصاغرين قال أنظلني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطق المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال فاخرج منها مذعوما مذعورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبذي لهما ما غوري عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الجا خالدين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوءاتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعدكم لبعد عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزغ عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليه عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط قل أمر ربي بالقسط وأقيموا أجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشيطان شياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكنوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين قل من حرم سينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزقه قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما زار منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم إنما يأتينكم رسلكم يقصون عليكم آياتي يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون فمن أغرب ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيب من الكتاب حتى إذا جاءت رسلنا يتوفونهم قالوا أينما كنتم تضعون من دون الله قالوا ضروا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا دخلوا في أمم فدخلت من قبلكم من الجن والإنس في النار قل لما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ادارقوا فيها جميعا قالت أخرى هم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعفا ولكن لا تعلمون وقالت أولا لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون إن الذين كذبوا بآياتنا واستغبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلجى الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين لهم من جهنم مياذوا فوقهم ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ونزعنا ما في سدورهم من غل تجري من تحتها الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونوذوا أن تلكم تنكم الجنة غولستموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا وعدنا ربنا حقا فأل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يسدون عن سبيل الله ويبرون أعوجا وهم بالآخرة هم كافرون وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يتمعون وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم ظالمين ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالوا الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيد علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمه وعنى الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرة حياة الدنيا فاليوم ننساه كما نسوا لقاء يوم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشبعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربك هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حسيثا والشمس والقمر ونجم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تدرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها فادعوا خوفا وطمعا إن رحمة الله غريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا سقالا سقناه بلد ميت وأنسلنا به الماء وأخرجنا به من كل الثمرات من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبس لا يخرج إلا نكذا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قوبي إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بالضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي ونصحت لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجلكم لينجركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوا فأنجيناه والذين معه في الفلق وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عامين وإلى عدن أخاهم هدى قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومي إنا لنراك في سفاهة وإنا لنزنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناسح أمين أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وسادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا وجئتنا لنعبد الله وحدا ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعبنا إن كنت من الصادقين قال قد وقى عليكم من ربكم لجسو وغذب أتجادلونني في أسماء سميتمها أنتم آباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان فانتزروا إني معكم من المنتزرين فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مهتدين وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم عبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذين يأخذوا الله لكم آية فذروها تأكلوا في الأرض تأكلوا في الأرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاءهم بعد عاد وبوأكم في الأرض يتتخذون من سهولها قسورا من سهولها قسورا وتنحطون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعزوا في الأرض مبسدين قال الملو الذين استذبروا من قومي للذين استدعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استذبروا إنا بالذي آمنت به كافرون فعقروا إن بعقرنا قضوا عتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح قد جئتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجبة وأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتهم رسالات ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين فلوتا إذ قال لقوم يتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النزا بل أنتم قوم مصرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه أهله إلا امرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين وإلى مدين أخاهم شعبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءكم بينة من ربهم فأوفوا الكيل والميسان ولا ترخصوا الناس أشياءهم ولا ترسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل سراط تعيدون وتسدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين وإن كان طائبة منكم آمنوا بالذي أرسلت به طائبة فطائبة لم يؤمنوا فاسبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين ترجمة نانسي قنقر